السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم لا حياء في الدين في فيديو جديد في فيديو اليوم سنتكلم عن جريمة ختان الفتيات وأثارها الوخيمة عليهم لتعنيف المرأة أشكال متعددة تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة بإمكانكم مشاهدتها ويعد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو ما يسمى بختان الإناث من أشد أنواع العنف ضد المرأة سواء من الناحية الصحية في المقام الأول وعلى الصعيد النفسي وبعض النواحي الأخرى في المقام الثاني قد تنحصر مشكلة ختان الإناث عند بعض المجتمعات العربية لكن هذه الممارسات منتشرة كثيرا في العديد من البلدان المختلفة وتعتبر مشكلة تسعى الجمعيات الصحية والنسوية ومنظمة الصحة العالمية لإيجاد حل جذري لها وإنهائها نهائيا في هذا الفيديو سنتكلم عن ختان الإناث وسنتعرف عليه أكثر على جميع الأصعيدة ما هو ختان الإناث؟ ختان الإناث هو تشويه للأعضاء التناسلية عند الإناث حيث يتم قطع أجزاء منها أو تغيير شكلها عمدا وكل هذا دان وجود سبب أو مبرر طبي وصحي لهذا التصرف لهذا الفعل الأسماء ومصطلحات عدة مثل القطع الأنثوي وختان الإناث والخيتان والتطهور الأنثوي والسنة وغوردنين وهلاليس وغيرها من الأسماء والمصطلحات ويشار إليها اختصارا باللغة الإنجليزية بـ FGM عادة يتم تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات الصغيرات بدءا من البلوغ حتى يبلغنا الخمسة عشر سنة أي بين 12 و 15 سنة لكن الختان الأكثر شيوعا وخطرا هو ختان ما قبل البلوغ دون الثانية عشر سنة تقوم بعض الشعوب بطقوس الختان من مبدأ عقائدي وديني غير مفهوم وهناك بعض الدول مثل المملكة المتحدة التي سنت قوانين المنعت فيها ختان الإناث اللواتي يبلغنا من العمر أقل من 18 سنة واعتبرته اعتداء على الطفولة والأطفال يعتبر الختان عملية مؤلمة جدا وخطرة على صحة الفتيات وخصوصا الصغيرات كما أنها تسبب مشاكل على المدى الطويل أثناء العملية الجنسية والولادة كما يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة العقلية ما هي أنماط وأنواع الختان الأنثوي FGM؟ النوع الأول وهو استئصال البضر حيث يتم في هذا النمط من الختان استئصال جزئي أو كلي للبضر وهو جزء صغير وشديد الحساسية في الأعضاء التناسلية الأنثوية وفي حالات نادرة يتم استئصال القلفة فقط وهي الطيات الجلدية المحيطة بالبضر النوع الثاني وهو استئصال البضر مع الشفرين الصغيرين حيث يتم استئصال جزئي أو كلي للبضر مع الشفرين الصغيرين أو بدون استئصال للشفرين الكبيرين وهما شفاء المهبل النوع الثالث وهو تضييق المهبل حيث يتم تضييق المهبل من خلال تغطيته أو ختمه ويتم الختم عن طريق قطع وإعادة تموضع الجلد والشفران وتتم هذه العملية مع أو بدون استئصال البضر النوع الرابع يتضمن عمليات تشويه خطيرة أخرى مثل كي وكشط الأعضاء التناسلية الأنثوية أو وخزها أو ثقبها كما أن الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية والتشويهات لا يخضعون لأي تأهيل أو تدريب طبي ومع ذلك في بعض البلدان يقوم بعض الأطباء بختم الإناث وهو أمر منافع للأخلاق المهنية الطبية لأن عملية الختان معترف عليها عالميا بأنها منافية لحقوق الإنسان والطب يعد كمهنة إنسانية بالدرجة الأولى كما أنه لا يتم استخدام أي مطهرات أو معقمات أو مخدرات أثناء القيام بعملية الختان وغالبا ما يتم تشويه الأعضاء التناسلية باستخدام سكاكين ومشارط ومقصات أو بقطع من الزجاج وشفرات الحلاقة كما لم تتخيل شناعة العملية بأنفسكم وبالطبع لا يتم أخذ رأي الفتاة قبل ختانها بل يتم ختانها في أغلب الأحيان قسرا دون إرادتها مما يجعل الختان أحد أشكال تعنيف المرأة ما هي أضرار هذا الختان الأنثوي قد يكون الختان خطرا جدا على الفتيات على جميع الأصعدة ويصبح مهددا للحياة في الكثير من الحالات ومن آثاره ألم دائم ومستمر الشعور بالألم عند ممارسة الجنس وصعوبة في الممارسة الالتهابات والعدوى المتكررة مما يؤدي إلى العقم النزيف والإفرازات مشاكل بولية بالإضافة إلى السلس البولي الاكتئاب وقد يصل الأمر إلى إيذاء النفس والانتحار مشاكل أثناء المخاضي والولادة تهدد حياة المرأة وجنينها تموت العديد من الفتيات بسبب النزيف الحاد إبان عمليات الختان كما أن هناك فتيات أخريات يلقين مصيرهن نتيجة الإصابات بالالتهابات وإنتانات لاحقة ما هي فوائد هذا الختان الأنثوي إن وجد بالطبع لا يوجد ولا أدنى فائدة من الختان الأنثوي لا على الصعيد الصحي ولا على النفس ولا على الطب ولا الأخلاق ولا الاقتصاد ولا الاجتماعي ولا السياسي ولا البيئي أيضا إن الختان الأنثوي يجعل ممارسة الجنس عملية صعبة ومؤلمة جدا في ذات الوقت كما يؤدل انخفاض شديد في المتعة الجنسية وانعدامها في العديد من الحالات هناك بعض الأطباء المتخصصين الذين يساعدون الفتيات اللواتي تعرضا لاعتداءات الختان في تجوز تلك المشكلة حيث أنه في بعض الأحيان يضطر الأطباء لإجراء جراحي من أجل معالجة الأمر أما بالنسبة للحمل فقد تجد النساء المخدونات صعوبة في الحمل كما أن الولادة قد تشكل تهديدا حقيقي على حياتهن لذا من المهم للنساء الحوامل واللواتي تعرضنا للختان أن يتم وضعهن تحت مراقبة ورعاية صحية من قبل مختصين الختان الأنثوي والصحة العقلية والنفسية يعد الختان من أصعب التجارب التي قد تمر عليها الفتاة خلال حياتها كما يعد حدثا صارما جدا قد يترك آثارا وخيمة على عواطف ونفسية الفتاة مدى الحياة من آثاره النفسية والعقلية نذكر اكتئاب حاد قلق وتوتر هلوسات هلوسات حيث تتذكر الفتاة عندما تعرضت للختان وتهلوس بالحادثة كوابيس ومشاكل تتعلق بالنوم يجب أن تلتقي النساء اللواتي أثر الختان عليهن نفسيا دعما ومعالجة نفسية خاصة من قبل المختصين وتسعى الجمعيات الخيرية والطبية جاهدة في حل هذه المشكلة تعد الجراحة هي سبيل العلاج الوحيد والأوحد تقريبا للختان حيث يتم فتح المهبل أو إعادة ترميم الأجزاء التاليفة من الأعضاء التناسلية المهبلية المنثوية وتعد هذه العمليات أمر ضروري جدا للنساء الحوامل المختونات أو اللواتي يواجهن صعوبة أو مشاكل أثناء التبول إن جريمة الختان لا تزال منتشرة حتى يومنا هذا بالرغم من الجهود المستمرة في منع انتشار هذه الظاهرة التي تهدد حياة الكثير من البريئات وكل هذا بسبب الدواعي الديني الواهي يعد الختان من أصعب التجارب التي قد تمر عليها الفتاة خلال حياتها كما يعد حدثا صادما جدا قد يترك آثارا وخيمة على عواطف ونفسية الفتاة مدى الحياة ومن آثاره النفسية والعقلية نذكر اكتئاب حاد وقلق وتوتر وهلوسات كما قلنا ويعد الختان مشكلة عالمية وغير مقتصر على منطقة دون أخرى فهو منتشر في أكثر من ثلاثين بلدا لكن أكثر المناطق التي ينتشر فيها الختان هذا هي أماكن الجهل في وسط إفريقيا شرقها وغربها الحزام الواصل بين الصومال وموريطانيا أما عربي فهو منتشر في مصر واليمن والعراق بنسبة أقل وهي الأماكن التي تنتشر فيها نسبة الجهل والأمية بصفة كبيرة هناك أكثر من مائة وثلاثون مليون فتاة تعرضت لإعتداء الختان وتشويه الأعداء التناسلية حول العالم إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي تكلمنا فيه عن هذه العادة الخبيثة والتي تعتبر جريمة في حقي الفتيات إلى أن نلتقي في فيديو آخر لا تنسوا دعمنا بالاشتراكات في القناة حتى تفعل لها الدخل دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة